السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسنا جديد إذا كنتوا المرة تشاهدوا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو متى أضيف S لفعل بزمن المضارع البسيط تابع معين هذا الفيديو نتكلم متى أضيف S لفعل ونأخذ تدريبات في نهاية الفيديو أولا نضيف هذه الأس فقط في زمن المضارع البسيط يعني باقي الأزمنة لا نضيف هذه الأس والأس نضيفها للفعل لا نضيفها للأسم كما نعلم الجملة باللغة الإنجليزية تتكون بالأول Subject يعني الفاعل بعدين عدنا Verb الفعل وعدنا Complement تتمت الجملة إذن فاعل فعل وتكملة الجملة هذه شكل الجملة في اللغة الإنجليزية لكن حديثنا فقط عن الأس الأس هذه نسميها Third Person Singular S يعني S الشخص الثالث أو S المفرد الغاب متى نضيفها؟ نضيفها للفعل وليس للأسم يكون عندنا دائما الفاعل إما يكون اسم أو يكون عندنا ضمير الـ S هذه كما قلنا نضيفها للفعل متى؟ فقط وحسرا في زمن Present Simple فقط تحدثنا في فيديو سابق متى استخدم زمن المضارع البسيط أو الحاضر البسيط هذه الـ S اللاحظ نسميها Third Person Singular S يعني S المفرد الغاب أو S الشخص الثالث ضفناها للفعل Like هي أصل فعل بهالشكل هذا Like طبعا نضيف S أو E S اثنين هم نفس التسمية S المفرد الغاب أو S الشخص الثالث لكن فقط نتعلم في هذه الفقرة عن الـ S ومتى أضيف S رح يكون عندنا بالفقرة القادمة اللاحظ The Cat The Cat Singular يعني مفرد يعني اسم مفرد عند إذن الفعل اللي بعده نضيف له S The Cat likes fish تحب القطة السمك شخص يقول هذه S الجمع لا هذه ليست S الجمع هذه S المفرد الغاب لماذا؟ ضفناها للفعل S الجمع هذه نضيفها للإسم نحوله من مفرد إلى جمع The Cat like fish يعني تحب القطة السمك هذه الـ S نسميها plural S S الجمع تضاف للإسم لتحويله من مفرد إلى جمع يعني من One تتحول إلى Ones إلى جمع تضاف للإسم بهذه الحالة الفعل لا نضيف له S يعني No S إذن لا نضع S لماذا؟ لأنه عندنا جمع إذا كان عندنا جمع لا نضيف S للفعل إذا كان عندنا مفرد نضيف S للفعل ونسمى الـ S هذه كما قلنا Third Person Singular S يعني S المفرد الغاب أو S الشخص الثالث إذن أول حالة لإضافة S في زمن المضارع البسيط ونذكر ونكرر مليون مرة فقط في زمن المضارع البسيط يعني الفعل بالتصريف الأول يعني الشكل الأول للفعل كيف يعني يا أستاذ ما فهمنا؟ يعني إذا كان عندنا إيت 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 إيتن هذا الشكل الأول للفعل زمن المضارع البسيط نضيف الفعل S إذا كان قبله مفرد إذا كان الفاعل جمع لا نضيف S أيضا إذا كان في بداية الجملة هي أو شي أو إيت واحدة منهم لكن إذا كان هي أنت شي هذا صار جمع أكثر من واحد معتما نضيف S لكن إذا كان عندنا هي فقط يعني هي إيت فش هو يأكل السمك عند إذن أيضا نضع للفعل S المفرد الغاب أو S الشخص الثالث هذه ليست إستجمع ذكر إستجمع نضيف للإسم لكن الإسم نضيف للفعل نسميها S الشخص الثالث أو S المفرد الغاب أيضا إذا كان شي شي إيت فش هي تحب السمك أيضا نضيف S لا نستطيع أن نقول شي إيت فش هي تحب السمك هذا غلط أو هذا خطأ لماذا؟ لأنه بداية الجملة شي عند إذن يجب أن نضيف للفعل S طيب إيت 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 فش إنها تأكل السمك أيضا أيضا شي إيت فش هي تأكل السمك هي إيت فش هو يأكل السمك بهذا الحالة كما قلنا نضيف S للفعل طيب شخص يسأل طيب يا أستاذ إذا ما ضفنا S خطأ نعم خطأ طيب ال S لها معنى يعني تخيل أنه ما لها معنى فقط نضيفها لا تزيد المعنى ولا تنقص المعنى لكن قواعديا خطأ إذن قواعديا خطأ لكن likes هي نفسه like يحب يحب لكن ال S يضفناها لأنه كان قبلها مفرد لاحظ they eat fish لم نضيف S لماذا؟ لأن قبلها they بحالة الجمع لا نضيف S المفرد الغائب إذن S المفرد الغائب نضيف إذا كان بداية الجملة هي أو she أو it لكن إذا كان عندنا هي and she لا نضيف S فقط هي لوحدها يعني بهذا الشكل he eats أو she eats أو إذا كان عندنا مفرد كما قلنا S مفرد أيضا نضيف S لكن باقي الضمائر يعني مع I we you they كما نعلم لدينا سبع ضمائر خذناهم وإذا كان الفاعل أيضا جمع لا نضيف S للفعل إذا ال S فقط نضيفها للفعل في زمن المضارع البسيط ونسمي هذا ال S S المفرد الغائب أو S الشخص الثالث يعني third person singular S إذا كان ما في S للإسم يعني مفرد نضيف S إذا كان S الجمع لا نضيف S للفعل إذن كما قلنا نضيف S أو ES للفعل والES هي نفسها S المفرد الغائب لكن لماذا نضيف S لسهولة اللفظ نتابع هذه الملاحظات بالنسبة لإضافة S أو ES القاعدة العامة كما قلنا نضيف S أو ES للفعل مثل نضيف S جميع الحالات ما عد عندنا هذه الحالات الشهد نضيف لها ES أو نقلب Y إلى I ونضيف S راح نشرح بشكل مفصل عندنا الفعل S منتهيب T فقط نضيف S نسميه S المفرد الغائب أيضا drink منتهيب K أيضا نضيف S نسميه S المفرد الغائب لكن إذا كان الفعل منتهي بY وقبله حرف ساكن مثلا عندنا الفعل try منتهي بY وقبله R حرف ساكن كيف يعني ساكن يا أستاذ ما عدا الأحرف الصوتية الخمسة ما عدا A I O U E يعني O عندنا A I U E الخمس حرف هذه إذن أم تأتي قبل الY الأحرف الصوتية عند إذن الY أحذفها أحولها إلى I وضيف ES يعني بدل الY أضع I وضيف ES لماذا يا أستاذ قاعدة وأيضا تسهل عليها اللفظ ثم عندنا try تصبح tries إذن أيضا الS ألفظها Z tries ثم عندنا الفعل play منتهي بY لكن قبله حرف صوتي vowel letter إذن حرف صوتي في هذه الحالة فقط أضيف S لاحظ play حرف Y مسبوق بحرف A من ضمن الحروف الصوتية عند إذن فقط نضيف S للفعل لماذا؟ لسهولة اللفظ وقاعدة متى أضيف ES أيضا لسهولة اللفظ هي نفس الS لكن نزيد عليها E بإضافة قبلها لنسهل اللفظ قبل الكلمات التي تنتهي بـ S Z CH X O SS بهذا الحالة نضيف الفعل ES وليس S مثلا لنضيف الفعل Miss لاحظ ضفنا ES للفعل تصبح Misses أيضا ننفضها Z catch منتهبتين C H أيضا نضيف ES catches أيضا نسميه عسل مفرد الغاب عندنا الفعل Wash Wash يغسل منتهب SH طبعا نضيف هنا أيضا CH وSH Wash أيضا منتهب SH نضيف ES هي نفسها S المفرد الغاب لكن ضفنا ES لسهولة اللفظ وبعد هذا النهايات نضيف ES إذا كان Y قبل حرف ساكن نقلبه لـ I نضيف ES إذا كان Y قبل حرف صوتي فقط نضيف S القاعدة العامة فقط نضيف S ونذكر متى إذا كان قبل الفعل هي أو SHE أو AT أو إذا كان الفاعل مفرد عندئذ نضيف S للفعل ونضيفها فقط كما قلنا في زمن present sample تابع معي نأخذ بعض التمارين لحظة الجمل نريد أن نصلح الفعل في هذه الجمل يعني نضيف S أو لا نضيف لاحظ my friend study every day يدرس صديقي كل يوم الفعل study نلاحظ منتهي بـ Y قبل حرف ساكن عند إذن نقلب الـ Y إلى I ونضيف ES تصبح studies لا نكتب studies بهذا الشكل إذن هذا خطأ قلبنا الـ Y إلى I حولنا الـ Y إلى I وضفنا ES تصبح my friend studies every day يدرس صديقه كل يوم الـ S هذه نسميها اس المفرد الغائب لماذا؟ لأنه الفاعل بداية الجملة لاحظ مفرد صديقي واحد أو صديقتي إذا كان تكلم عن شخص مذكر أقول he studies إذا كان بنت she صديقتي وبالحالتين مفرد يعني دائما الاسم باللغة الإنجليزية يشير للمفرد والمذكر he and she go to school هو وهي يذهبون للمدرسة اللاحظ لا نضيف S من كل شخص يقول she يجب أن نضيف أو هي لا هنا صار عندنا جمع باللغة الإنجليزية أكثر من واحد يكون جمع لماذا أيضا عندنا and جمع بهذا الحال لا نضيف S أو ES للفعل هذا صحيح لماذا لأنه جمع he and she يعني they they بحالة الجمع he go to school هو يذهب للمدرسة هنا نضيف لماذا لأنه واحد نضيف ES للفعل لماذا لأنه الفعل متهي أو تصبح he goes to school هو يذهب للمدرسة نسمي هذه S مفرد الغائب لكن هنا لم نضيف لأنه جمع schools open in may تفتح المدرسة في شهر مايو لاحظ S جمع المدرس لاحظ بهذا الحال لا نضيف S إذن هذه الجملة صحيحة الفعل صحيح لكن عندنا school open in may تفتح المدرسة يجب أن نضيف S هذه S المفرد الغائب نضيف الفعل لماذا يا أستاذ لأنه عندنا school هنا مفرد نضيف S لكن هنا جمع في S جمع لا نضيف S للفعل لا نضيف آخر جملة it play with the ball يعني أنها تلعب بالكرة everyday اللي هو من التكملة للجملة لكن همنا إحنا إت مفرد إذن كما قلنا هي شيئة نضيف الفعل S ممكن شخص يقول يا أستاذ لماذا لم نحول ال Y إلى I ونضيف S لماذا لأنه قبلها حرف صوتي ال A حرف صوتي عنده إذن فقط نضيف S المفرد الغائب لماذا لأنه بداية الجملة it إذن مفرد غائب بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكللنا فيه عن S المفرد الغائب أو S الشخص الثالث كما قلنا نضيفه فقط في زمن الغائب زمن المضارع البسيط باقي الغائب لا نضيف هذه S متى إذا كان بداية الجملة هي وحدة أو ش الوحدة أو إذن عدنا اسم مفرد كما نعلم الفاعل في الجملة الإنجليزية ما يكون ضمير أو يكون عدنا اسم نضيف كما قلنا إذا كان الفعل متيب Y وقبل حرف ساكن نقلب Y إذا كان Y قبل حرف صوتي فقط نضيف S بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لأكل الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقاء ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته